أبدى الاتحاد العام للشغل انزعاجه من التطورات الأخيرة نتيجة تزايد العنف والخروج عن القانون من جانب عدد كبير من المهاجرين الأفارقة غير النظامين وعرب اتحاد الشغل عن تضامنه مع هالي صفاقس أمام ما وصفه بالوضع الخطير الذي يعيشونه محملاً السلطات التونسية مسئولية ما ألت إليه الأوضاع في صفاقس كميات ملون سوريا كل يوم هنا كل يوم في محلات في الطريق في المواصلات أينما زحبت تجد الأن سوريا الطريقة التي يعاملوننا بها غير جيدة يجب أن يفهموا أننا كلنا أفارقة أتيت للعبور إلى أوروبا منذ عام 2018 وهذا كان هدفي أنتريك ليبيا جيد ببنغردان ببنغردان حتى بتاتمواصلات من أجل الأن سوريا ما يرفوق في المواصلات تجد الهدف ببنغردان لقد جئت من الجزائر وخاطرت بحياتي لأن تقل إلى أوروبا وأجد عملاً لا عمل هنا ولا نستطيع حتى الحصول على ماء عندما وصلنا هنا لم يكن الوضع سهلاً عندما نحاول العبور تأتي الشرطة وتعيدنا من البحر وتصادر المركب وفي السياق كشف المدير الجهوي للصحة في صفاقس حاتم الشريف للحدث أن المدينة في انتظار تهيئة مقبرة أرقام خاصة بضحايا الهجرة غير النظامية فخلال ستة أشهر دفنت صفاقس نحو ستمائة جثة لقت مصرعها في المتوسط وقذفها الموج إلى سواحل المدينة التي باتت تشكوهية الأخرى من ضغط على طاقة مشارح مستشفياتها لأنها تجاوزت العدد الأقصى للاحتفاظ بالموتة هلكوا في عرض البحر الأبيض المتوسط ورقدت رفاتهم في قعره آلاف المهاجرين غير النظاميين لقوا حتفهم قد يكون المحظوظ منهم من رست جثته على شط إصفاقس على الأقل سيحثون التراب عليها وسيتمكن أقاربهم من معرفة مثواهم الأخير لكن ساحل هذه المدينة لفظ أكثر من الطاقة الاستيعابية لمشارحها 61 تعتبر زيدا فوق طاقة استيعاب قسم الطب الشاعي وبيت الأموات بالمستشفى الجامعي لحبيب بورديبان شردتهم أوطانهم وتركتهم مجرد مجهولي هوية تتكدس جثثهم في المشارح التي ضاقت بهم في مستشفيات إصفاقس ولم تعد تستحمل المزيد من توابيت المهاجرين الموتى 600 جثة إلى حد الآن موزعة على مقابر المدينة السفاقس الكبرى جثث ورية الثرى وأخرى تنتظر ريث ما يحللون حمضها النووي وينشئون لها مقبرة بشواهد مرقمة تشبه حديقة أفريقيا أو كما أطلق عليها ضريح الغرباء في جرجيس التونسية أو حتى تلك النعوش الموجودة في مقبرة السفن في إزمير التركية غابت الدموع وطغى الحزن على المشهد نعمل العينة الجينية والعينة الجينية هذه يقع بعد ما نقوم بفحص الجثة طبيا وتشريحة نهايات مهاجرين لا أحد يعرف عن قصة هجرتهم شيئا سوى أنهم كانوا يحلمون وقبرت مأساتهم معهم برقم أو وصف لشيء مما تجلى عن حالتهم فروا كالغرباء ودفنوا في بلاد غريبة الفترة الأخيرة خاصة فترة مارس، أبريل، مي أبريل ومي شهدت ذروة كبيرة في التوافد وعدد كبير كبير من الجثث إسراء الصغير الحدث من العاصمة التونسية ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ حافظ الغريبي مرحبا بك أستاذ حافظ نبدأ بجلسة مسائلة البرلمان لحكومة نجلة بودن للاستفسار أم للاستنكار وبالتالي ما هي مواطن الخلل بالنسبة لقراءتك في تعاطي الحكومة مع الأزمة في صفاقس مساء الخير فعلا هي الدعوة وجهت رسميا على اعتبار أن أكثر من 90 نائبا تقدموا رسميا بالغرض لدعوة رئيسة الحكومة للمثول أمام مجلس الواب والرد كان سريعا من رئيسة الحكومة التي بدأت بدعوة وزير الداخلية للحضور إلى حيث مقر رئيسة الحكومة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بوضعية الهجرة السرية أو غير المنتظمة التي تعيش على وقع مدينة السفاقس والتراب التونسي بصفة عامة وهي تعتبر سابقة من نوعها لأنه جرت العادة أنه لا رئيسة الحكومة لا تقبلوا لا تستقبلوا الوزراء وربما حتى استقبلتهم فذلك في إطار السير العادي وليتم الإعلان عنه فقد يحدث ذلك في إطار بجلس الوزارية التي ترأسها أما أن تستقبل وزيرا وتبحث معه هذه المسألة فذلك دليل على أن أول رد فعل من رئيسة الحكومة لترسلها برسائل إلى مجلس الواب توضح فيها أنها تتابع الأمر مباشرة وعلى عكس ربما ما لكن هل الأمر هو برتكولي أن تلتقي أو أن تناقش أو أن تعطي رسالة أم في محتوى المسألة وكيف تعاطت حكومة نجلا بودين مع مسألة أزمة المهاجرين الأفارقة في الصفاقس والتي يقول المواطنون في المدينة أنهم تضرروا منها بشكل رئيس هي رسائل وكانها رسائل توجهت بها رئيسة الحكومة إلى مجلس الواب لتقول أنها تتابع الأمر وتباشر هذا الملف وبالتالي هذا الملف ليس من مشمولات ربما وزير الداخلية في حسب أو وزير الداخلية في علاقة مباشرة مع رئيس الدولة بل هي بدورها تباشر هذه المسألة وتطلع عليه حتى ربما تطلب من رئيس برلمان ربما مهلة إلى حين استقرار الأوضاع والمثول أمام مجلس النواب لا أعتقد أنها ستتوجه خلال اليومين القادمين بسرعة إلى مجلس النواب في مثل هذه الظروف أنتم تعلمون جيدا الأوضاع على الأرض كيف تطورت تطورت الردود الأفعال حتى من الأفارق الموجودين على التراب التورسي تغيرت وهناك الكثير من الاضطراب ومن الرعب كذلك لدى البعض هناك من يريد أن يغادر بسرعة يعود إلى مسقة رأسي وهناك بعض الأطراف التي تبحث لنفسها عن مخرج من التراب التورسي يعني الجدل كبير وتابعنا قبل قليل ربما بعض الآراء من حتى المهاجرين الذين يرون أنهم ضحية والمواطن الصفاقصي أيضا يرى أنه تضرر كثيرا على حساب حياته وأن سلوك هؤلاء المهاجرين مضر جدا وبالتالي بأين مواطن الخلل إن وجد في التعاطي من قبل الحكومة مع الأزمة الأخيرة خاصة بعض الجماعيات الحقوقية يعني تتهم الحكومة بالإعادة قصرا لبعض المهاجرين باتجاه معبر رأس جدير على الحدود الليبية سيد الكريم إن كان من عنوان لهذه الأزمة ولما تعيشه اسفاقص فهو باختصار شديد في قراءة شخصية أن اسفاقص أضحط لمبادوزا جديدة لمبادوزا الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وتونس تحولت بدورها كذلك إلى نفس وضعية إيطاليا أو بالتالي هي إيطاليا الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط على اعتبار أن هذه الأوضاع التي تعيشها تونس لا تعيش أي دولة من الدول المجاورة لتونس على مستوى الضفة الشرقية بالتباب والكمال لذلك أعتقادي أن إذا هناك من متضر فهو البلاد التونسية الحكومة التونسية والشعب التونسي بالأساس وليس هؤلاء المهاجرين بين ذفرين الذين لن تتم دعوتهم إلى تونس بل هم استسهلوا الأمور في محاولة إلى التسرب إلى القارة الأوروبية للبحث عن مورد رزق المشكل كما قالت رئيس الحكومة الإيطالية وكما قالها رئيس الدولة التونسية وغيرها من الأطراف هو مشكل أو تحول إلى معضلة ومشكل أساسي لابد أن لا نعالج ظاهره وظواهره بل أن نعالج الأصل في هذه القضية على توفير العيش الكريم لهؤلاء الأشخاص في مواطنهم وذلك لا يتم إلا بخلق موالد الرزق هناك على عين المكان حتى يستقروا كل مواطن إفريقي بأرضه من العاصمة التونسية الإعلامية والمحلل السياسي الأستاذ حافظ الغريب شكرا على حضورك وعلى كل هذه الإفادات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر